السلام عليكم سيدنا عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عند الأشاعر مجسم ومجسد وممثل ومشبه لأنه يثبت اليد لله وهذا في مروه الذهبي عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله أربعة أشياء بيده وهي العرش والقلم وآدم وجنة عدم ثم قال يسائل الخلق كن فكان نقاله ابن جابر في التفسير والدار مفرد على المارسي والبيهقي في الأسم والصفات فسؤالنا للأشاعر إذا قلتم أن اليد هنا بمعنى القدرة فهل خلق أربعة أشياء بقدرته وبقية الأشياء بماذا خلقها إذا قلتم بكون فيكون كن فيكون حتى قدرة الله لكن تخصيص اليد هنا على سائر المخلوقات بكون فيكون فهي يد حقيقية التي قال عنها النبي عليه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو مروع عن ابن عباس وجوع من الصحابة عندما فسر قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه عندما قال الأرض جميعا الأرض جميعا قبضته يوم القيامة بدأ يقبض يده ويبسط هكذا يقبض ويبسط يقبض ويبسط يده حتى قال الصحابة يعني خشين أن يسقط المنبر برسول الله فهل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقبض ويبسط يده يقبض ويبسط يده فهل فعله تجسيم أم أن فعله هذا ليبين لنا أن القبضة واليد على الحقيقة وليست يعني كناية على القدرة أو عن نعمة